تواصل الدولة جهودها من أجل تنمية بكافة مجالات ولسيما تنمية الإنسان والارتقاء بفكره وفنه والحفاظ على الهوية المصرية ومن ضمن تلك الجهود إقامة الأنشطة والمهرجانات وتشجيع المواهب والفنون بكل المحافظات من خلال مكتبة مصر العامة كما في ضنيات التي تحتضن مهرجانا للقراءة والرسم على الرمال مهرجان القراءة والرسم على الرمال كان أبرز ما نظمته مكتبة مصر العامة بضميات والمكتبة الثقافية المتنقلة وهيئة تنشيط السياحة بمشاركة عدد كبير من أطفال المكتبة والأطفال من ذوي الهمم ورواد الشواطي وأطفالهم والمصطافين جايين نعمل حفرة على الرمل النهاردة مهرجان يعتبر مهرجان شامل كذا حاجة أولا المهرجان بنعمله كل سنة بس السنة مختلف علشان معنا أطفالنا من ذوي الهمم أطفال مدرسة الرسم من ذوي الهمم مع أطفال مدرسة الرسم كنا عملنا قبل كده معرض دمج المعرض نجح جدا للولاد اللي هو كان فيه الأطفال ذوي الهمم مع أطفال المكتبة فحبينا أن نحن النهاردة هم يشاركوا معنا في مهرجان الحفرة على الرمل المهرجان شهد فعاليات متنوعة تضمنت فقرات فنية وثقافية شارك فيها عدد من الأطفال الذين شاركوا أيضا في الأنشطة الترفيهية المتنوعة ومن بينها الرسم على الوجوه شاركت في مكتبة مصر العامة وبحب أول إيفنتات اللي هم بيعملوها هي طبعا النشط بتاع المكتبة ورسمت فراشة ولو انتهى أحمر وغضر وكيمة احنا مشتركين في المكتبة بقالنا 3-4 سنين وهو بيلعب هناك أنشطة كتير جنباز وكاراتي ورسم واحنا بنيجي الإيفنتات دي كتير جدا حدث النهاردة عن الحفرة على الرمل دمج بين الأطفال لأن الأطفال بتحب الهاندميت جدا شغل الحفرة وكده وده بيبقى حلو جدا اليوم ومفيد اليوم زياد تركيزهم وزيتنا هو في البحر وكده في موضوع ممتع جدا يأتي المهرجان ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التي تشهدها المدينة لتشجيع المواهب بالإضافة إلى خدمة المصطفين ورواد رأس البر بعد أن لاقى المهرجان إقبالا كبيرا ومشاركات متميزة من رواد الشاطئ ترجمة نانسي قنقر